نهاردة صلاح بيسجل خلاص فضل له سبع أهداف ويجيب دروكبة دروكبة عنده 44 هدف في دور أبطال أوروبا صلاح فضل له سبع أهداف في دور أبطال أوروبا عشان يبقى الهداف أو الأفريقي الأكثر تسجيلاً للأهداف في دور أبطال أوروبا عشان يبقى أعظم أفريقي حرفياً وعملياً ورسمياً وكل شيء في بطولات أوروبا ده بالنسبة للأفارقة لكن بالنسبة لللاعبين اللي موجودين في الدوري الإنجليزي ترتيب أو أكثر اللاعبين اللي سجلوا أهدف دورة أبطال أوروبا وهم بيلعبوا في الدولة الإنجليزية مين هم؟ أول أحد سيرجا جويرو سيرجا جويرو عنده 36 هدف تعالوا نشوف سيرجا جويرو عنده 36 هدف ديد رجبة عنده 36 هدف محمد صاح 35 يعني فضل اللجون ويعادلهم في الصدارة وهدفين يبقى هو المتصدر اللاعبين اللي بيلعبوا في أندية إنجليزية وبيسجلوا في دورة أبطال أوروبا تري هنا طبعا فرنسي الكبير 35 هدف ورودفان نيستروي الهولندي الرائع من أكتر مهاجمين اللي حبيتهم في حياتي 35 هدف أيضا ده ترتيب القائمة قائمة اللاعبين مطشط دورة أبطال أوروبا حلوة جماعة حلوة وعجبني إنه فيها فرقة كتير في دورة أبطال أوروبا مش في دورة أبطال أوروبا في أوروبا بشكل عام بقى دلوقتي مؤسرين وكبار محمد صلاح في ليفربول ساديو ماني كدوس كمان في قائمة سراحة سجل هدف النهاردة بس في ستة دخلوا فيه من نابلي فيه لعيبة كتير أفرقة عاملين شغل رائع جدا في بطولة دورة أبطال أوروبا وفي أوروبا بشكل عام في الدورات الأوروبية الكبيرة وبكرة مباراة أيضا ممتعة في دورة أبطال أوروبا